مرحبا صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلدة الملك وليو العهد باختيار المنظمة العالمية للخيل العربية الأصيلة وهو مملكة البحرين لعقد المؤتمر العالمي للخيل العربية الأصيلة وهو ما يؤكد على تقدير المنظمة لما تونه المملكة من اهتمام ودور في الحفاظ على الخيل العربية الأصيلة واجعلها جزءا من الهوية التاريخية التراثية التي رسخها الآباء والأجداد من حكام مملكة البحرين ومواصلة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدة في ده الله رعى على هذا المنح المنح الكريم في الحفاظ على خيل البحرين ونقائها من خلال ما تمتلكه الاستبلاط الملكية من سلالات ومرابط أصيلة جاء ذلك لعدد حضور سمو حفظه الله اليوم حفل افتتاح المؤتمر العالمي للخيل العربية وهو الذي يقام تحت رعاية جلالة الملك المفدة في ده الله رعى والذي حضره عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وكبار المسؤولين حيث نقل سمو حفظه الله تحيات حضرة صاحب الجلالة عهل البلاد المفدة في ده الله رعى إلى رئيس وعضاء المنظمة العالمية للخيل العربية الأصيلة وجميع المشاركين في المؤتمر وتمنيات جلالته للمشاركين في أعمال المؤتمر العالمي للخيل العربية الأصيلة التوفيق والنجاح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وقد أشاد صاحب السمو الملك نائب جلالة الملك وليو العهد بالجهود الطيبة التي بذلتها اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة في العداد والتنظيم للمؤتمر وما يتضمن برامجه من أنشطة تلقي الضوء على خيل البحرين الأصيلة وجمال الخيل العربية الأصيلة وأشاد سمو بأهداف ومساعي المنظمة وحرصها على متابعة سلالات الخيل العربية الأصيلة والتأكيد على نقائها منوها بالتعاون القائم بين مملكة البحرين والمنظمة العالمية للخيل العربية الأصيلة وبحسن الإعداد والتنظيم لهذا المؤتمر الذي تستضيفه المملكة احتفاءا بالدور المهم الذي توالي المنظمة بذله وخلال الحفل ألقت السيدة جينيليز كلمة استعرضت خلالها أهم ما يميز الخيل البحرينية الأصيلة والاهتمام الكبير الذي واليه أصحاب الاستبلات والمرابط لهذا الخيل منوهة بالمكانة المرموقة لخيل البحرين بين خيول العالم لما تتمتع به من جودة وأصالة معروفة لدى كافة المهتمين بالخيل حول العالم كما ألقى السيد بيتر بوند رئيس المنظمة العالمية للخيل العربية الأصيلة كلمة أعرب فيها عن شكره لمملكة البحرين على استضافتها للمؤتمر حيث يتجدد اللقاء بأعضاء المنظمة في مملكة البحرين بعدما يقرب من 20 عاما انقضت منذ آخر اجتماع لها في البحرين في عام 1998 مقدما شكره إلى جلالة الملك المفدى على ما يليه من اهتمام ودعم للمنظمة كما عبر عن تقديره لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد على حضوره حفظ الافتتاح افتتاح المؤتمر مشيرا إلى ما يوليه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس اللجنة المنظمة العليا للمؤتمر على التنظيم والإعداد للمؤتمر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر